احنا معنا يعني على الهاتف الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير نشاط الرياضي بنادي الاهلي الف مبروك يا كابتن رؤوف الله يبارك فيك كابتن هايسف ما شاء الله كل يوم بطولة وكل يوم حاجة تشرف والتنظيم رائع لبطولة السيدات والحمد لله النهاردة حسامنا بطولة الدوري وكابتن محمد شعراوي هنا بيمس على حددك وبيقول لك الف مبروك حبيب قلب طبعا كابتن شعراوي الف مبروك كابتن رؤوف صنع عالعب فريد في طريق المدى الاهلي ربنا يخليك لكابتن رؤوف والف مبروك بيقول لحضرتك الف مبروك ويعني طبعا بيأكد ان ما شاء الله مجود كبير بيبذل بس يا كابتن رؤوف بالي على حضرتك الاجهات حاول ترايح شوي عنده طولة افريقيا عنده طولة افريقيا زينا زي بعض كده اللي انا عايز اقوله ايه انت ترايح نفسك يا كابتن هايسف ما فيش راحة ما فيش راحة لبعد المكسب ان شاء الله يا كابتن بيزد الحمد في البداية طبعا ايه اللي هي ملحوظة صغيرة اخدنا بعد بكرة المباراة النهائية مع ناجي الجيش صحيح نتيجاتها لا تؤسب في احراس الناجي الاجهي للطوط الدوري لكن احنا كما يعني تعودنا احنا بنأجل فرحتنا لحين انتهى الدوري تماما لنهمني بإذن الله مباراة الجيش اصلا النادي الاهلي ينهي البطولة دون ايه هزيمة ده مطلب جماهيري يعني بطلب من الجميع ضد النفس وعدم الاحتفال لحين الانتهاء من مباراة بعد الغد مع نادي الجيش بإذن الله كابتل رقوف طول عمرك يعني هو ده توجهك مفيش احتفال لما انخلص المطشات كلها حتى يعني سيدات الطائرة لما كانوا معي الضيوف اللي لعبوا محادتك بيليه كابتل رقوف ما بيهزرش على طول دايما محتاج البطولة حتى لو مطش مش مفارق يعني يمكن انت سبقتنا في الكلام مؤكدت ده على الهواء دلوقتي يا كابتل يعني ايه دي الحقيقة يعني احنا تعلمناها يعني جيل من بعد جيل في الناس الآلي ومشكلة وبس يعني حتى لو بإذن الله احنا بطولة الدورة حسمة لكن احنا عندنا هدف كبير جدا يوم 25 عندنا بطولة افريقيا فلو انشغلنا باحتفالات او اي حاجة يعني هتلفت نظارنا عن البطولة الاخرى الافريقية المعسكر هيبدأ يوم اتحد بإذن الله الفرحة السافر بولندا وتملي احنا بنأجف فرحاتنا تملي في نهاية الموسم بعد ما نعد الالقاب اللي احنا احرزناها سواء بطولة دوري بطولة كاز بطولة افريقيا ففي الهداية طبعا انا لازم ببارك للجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين لكن بقول لهم هم باركلكوا بقى اكثر واكثر بإذن الله يوم الحد لما تنهو البطولة وطبعا أنا بادي هذا الفوز جماهير النادي الاهلي وايضا الى مجلس صدارة النادي الاهلي اللي الحقيقة يعني من ساعة ما تم تعييني مافيش مطلب واحد للفرقة الرياضية يعني اتأخرنا عنه وبطلب طلبات جميع مجرد ثانيين بقول ان ذا جهة وعارة للجهاز الفني والاداري والطبي بقول لهم الف مبروك وبحييهم وبقول لهم لكن كاملولنا فرحة بإذن الله يوم الحد من أجل فرحتنا لذات يوم الحد بإذن الله طب كابت رؤوفي يعني معلش بسفر بولندا معسكر بولندا أنا أسمعت أن حددك يعني أصريت على المعسكر الخارجي استعدادا للبطولة يعني طب من المعسكر هيكون كم مباراة هيعودوا كامي يوم في بولندا كابت هو السفر بإذن الله الحد وحيبجعها يوم 22 يعني قبل معادة بطولة بثلاث أيام هنلعق فيها أربع ممورات ودية كلها معنديت الدرجة الأولى في بولندا ومعروفة طبعا بولندا من الفرع العالية جدا للقرى الطائرة أهم كده أهم حاجة أن احنا مطمئنين على مكان المعسكر والتدريبات وده في حد ذاته يعني لما تقلع عدتك وتبعد دي عن أي دو وتركز معها ده المطلوب زائد احتكات قوي زي ما حضرتك تشايف نجل ينرى بيحظ الشوت الدوري بإذن الله ويكمل على خير يوم الحد دون خسائر فالتالي احنا بيحتاجين يبقى فيه احتكات أقوى الاحتكات ده موجود طبعا في الدور الأوروبية والحمد لله يعني مجلس إزارة النادي وافق على معسكر البنات شيلفينيا راحوا شيلفينيا ورجعوا وهم الحمد لله يعني المسيرة بتاعته مجد الوقت بطولة أفريقيا لكن برضو يعني احنا لا يكفينا إلا الفوز بإذن الله بطولة أفريقيا للسيدات وايضا وافق المجلس على سفر الرجال بولندا لتوفير الاحتكاك المناسب والقوي وليهم وبرضو بعد ما حيبزعوا بإذن الله دعم النادي لهم احنا بنعمل اللي علينا والباعة على ربنا والتوفير من عند ربنا بإذن الله وربنا يوفق فريق كابتن يعني فريق الرجال أو بطولة أفريقيا للرجال كم فرقة يعني أكدت الحضور يعني هنشوف 24 فرقة بتشارك ولا ممكن يكون أقل أو أكثر دي قبلة بقى تغطب يعني النهاردة زالي جوال 30 فرقة طلبة المشاركة في البطولة ما شاء الله ما شاء الله طبعا لايح الاتحاد الأفريقي بتسمح بوجود 24 فريق فريق ما شاء الله الاتحاد الأفريقي رد على جميع كفرقة لطلبة المشاركة قالت إن الأولوية حتكون اللي حيسدد رسم الصراط للاتحاد الأفريقي حتكون لي الأولوية في المشاركة حتى أن يفعل حرج على الفلالة في كلها طب منتظر إنه حيكون في حدود 24 فريق وإحنا بنقول البنات 19 فريق ودي الولاد ده نجاح نجاح لمصر بالزبط نجاح لمصر والأمن والأمان اللي موجود وأكبر أعداد عمرها يعني ريكور قبل كده ما فيش أي بطولة تارك فيها مثل هذه الأعداد فده سامع لصدر النادي الأهلي وكلنا سعادها عشان نقول للعالم كله أهي مصر بلد الأمن والأمان والبطولات الرياضية بالزبط ودي حاجة تستدعي الفخر إحنا الحقيقة فخرين جدا بحاجة زي كده كابتن محمد شعراوي عايز يسأل حداك سؤالة كابتن رؤوف تفضل كابتن رؤوف كابتن رؤوف إحنا مش حنبريك لك غير إن شاء الله يوم الحد ونكون على الهوى إن شاء الله ونبريك لك يوم الحد بالفوز مش حنبريك لك النهاردة وبشكرك على تعبك وعمل المجهود اللي أنت عملته عشان مجلس الدارة يوافق على المواسكرات بتاعة فرقة البنات وفرقة الولاد وبنشكر أعضاء مجلس الدارة ومجلس الدارة النادي لأهلي كله على الموافقة على المسكرات دهيت وإن شاء الله إن شاء الله نتوق ببطولة أفريقيا أنيسات ورجال إن شاء الله الله يبارك فيك كابتن شعراوي وطبعا أنت وجودك في جهاز السيدات إضافة كبيرة وبإذن الله يعني كلنا ببطاقة واحدة لخدمة النادي الأهلي وفينا الكرة الطائرة وخاصة فرقة السيدات واللي كلنا قلوبنا معاها دلوقتي وبإذن الله وبإذن الله من خلال البرنامج والاستيدي تاكم بنشد الجماهير يعني مؤذرة الفريق يعني الآن دلوقتي المقشين اللي عبوا من نادي الأهلي قلنا أول يوم كان يتزمن مع فريق كرة الخدم كان في حجة لعدم موجود الجماهير لكن المصر بتاع البارح برضو عايزة نسائف يعني فيه تأثير شوية فأنا بأدعو لجماهير النادي الأهلي أنها تبلع الصالة وخاصة نحن في الدورة التمهيدي يعني ممكن نتقبل هذا ولكن في المباراة اللي بعد كده اعتبرت من يوم السبت ما تبقى مباراة دورة تمانية بعد كده قبل النهاية والنهاية أرجو كما عوادتنا جماهير النادي الآن اللي أكون جانب برئتها إن جما بنقول إن الجمهور هو اللي عندنا في البوري بنقول اللعيب لقب ستة لأن لدينا ستة اللي بيلعبوا صحيح فبنتمنى إن الجماهير تكون عند حسن الظد وتملأ السابق المغلقة ويا ربي بإذن الله يوم الحد نبارك لفريق الرجال بصفة نهائية بعد ما يكلب بطولة الدورة وبإذن الله ربنا يكون في البورات طلاعية جديد إن شاء الله كابتر رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بندي قالي شكرا جزيلا لحضرتك يمكن كابتر رؤوف وضح لنا حاجة يعني قال مفاجأة كبيرة 30 فرقة بتطالب الاشتراك في بطولة أفريكا للكرة الطائرة رجال النهاردة جالوا جواب من الاتحاد الأفريكي يؤكد ذلك والحقيقة أنا بس عندي تعقيب على كلام كابتر رؤوف إن ما فيش فرقة تقدر تيجي إلا ما تشعر بالأمن والأمان داخل هذا البلد والحقيقة أنا أحب أوجه التحية لكل شهدائنا شهداء طبعا